السلام عليكم كديري اللبس كنت منتكن وبين خير على خير مرحبا بكم في قناة شيوات مدوحة ان شاء الله نحطر معاكم نيوم وحد صابلي او حلوة مشاكة او نشوكة كل واحد وشك يقول للك تجيل ديدة كتدف الفم رائعة مقادر بسيطة ان شاء الله مع طريقة تحضير المقادر في نفس الوقت عندي هنا يزلفة ديال الكوك او جوش كيسان ديال العنبة عندي ربعات البيضاس عندي جوش كيسان زيت المائدة عندي تلسل كيسان ديال السنيدة او سكر خاشين عندي بواطة ديال زبدة كما كتلاحظوا معي اي نوع ديال زبدة رابعة ديال زبدة هنا اي نوع استعملوه ما كانش مشكيل او ديروا اللده وعندي جوش صاشية ديال فاني من فئة 8 جرام يعني 16 جرام عندي جوج خمارات ساوما فئة 8 جرام 16 جرام ديال الخميرة قبصة ديال الملح ملح ضروري اللي تحسين الضوك هنا ضروري البيض قبل ما كنت ساعملوه ضروري خاصنا نديروه فحد زليفة باش نشوفو كي بعض المرات كان نضحو في شي بيضة خاسرة كتخسر لنا جميع المقادر حتى هاتنا سيحتمو خابسات راتي يفيدونا هنا هي ضروري كان ننزجو فاني وزبدة وكي ما لاحظوا معي والسانيدة على شكل بوماد يعني حتى كي ينساجمو لنا عاد كنضيفو البيض تبعوا المراحل الخطوة بخطوة وغادي ان شاء الله غادي نجح معاكم اتصاب لي اللي غني على التعريف او الحلوة المشاكة ولنشوكة كتجي رائعة ولديدة والاهم من هاتشي انه مقادر بسيطة الكل يقدر يديرها ويحضرها في البيت الوليداته والعائلة دياله علش الله ديما كنبغوشو حويجات اللي يكونوا عدنا في الدار كي يجي نشي ضيف على غفلة ولهذا وخارما البساطة دياله هو اللي كره لديدة صدقوني ان شاء الله ما اللي غتجربوها غاديت غاديتلاحظوا الفرق هنيا كما لاحظتم معايا تقدرنا البيض اه حتى سميتوا نسى جملين معاديك الزبدة اضفنا له الزيز ركبانه لكل مراحل بخطوة بخطوة نضيفو الكوك وكنضيفو بنسبة للمقدار ديالدقيق انا دائما كنعطيكم وملاحظة اخرى انه الخمارات دائما كنديروه مع الدقيق صغيرا وكما قلت لكم انا دقيق دائما كنعطيه لكم ذلك القياس الذى كنستعمل هو اللى كان نقول لكم ماذا نقول لكم شى الدقيق حسب الخليط لان كاين ابنيات مبتديات كاين نساء احنا كنا باقي مبتدئين احنا كنقوله رحنا تعلمنا ولكن ما زال كانت تعلمه كما كنقولها دائما. إنسان اللي اعطى شي وصفة كي اعطيها مضبوطة. لأنه ماشي كنقع الناس غادي يتعرف القوام ديال هاداك الصابلي او ديكو اي عجين. مني كنعطوا الوصفة خاصة نعطوها الانسان مثلا ما عندوش الميزان كتحبر له بزلافة او بالمعايقة او بالكاس. هادا خانوريكم ها كي يكتب لكم مرها طرية. ولكن اعطيتكم انا يا دقيق مضبوط يعني كيلو اربع ديال دقيق. هاتجيكم رائعة. بالنسبة البيض اه البيض يكون شوية كبير باش هادا القياس اللي احتيتكم ديال دقيق رائع. يلك هالبيض اه صغير هاتيكون اه يعني احتى دقيق تاوي راس ميتورة ما غاديش تزيكم الكمية الهزاتية كيلو اربع. كما لاحظتم معايا كيلو اربع غا جيكم اياها دي. كتجي العجين ارطبه باش كتقدر نديروها كايا كما لاحظتم معايا درس بلاستيكا. كتساعدكم هاد بلاستيكا وكنديروها وكنديرو فوقه بلاستيكا وكتعاوننا باش كتجينا هاديك اله هاديك لابات ما كتجينا مقادة. طريقة دين المدلك ماشي ضرورة تبقوا تديرو جوجي الدين. عير كتجروا هاكالعجين كتبعكم. سهلا ما فيها مقادر كتير. متى شي حاجة سهلة وبسيطة. وطريقة هاديتة دين كنديرو الفورشت. ما كنا نسرحوها كنسرحوها ما كيكون ستمك ديالها مغليضة مرقيقة. يعني إلا رققتوها بزاف رغتجيكم رقيقة بزافة في الفران. قدرت حرق معاكم وخيكون ترقيقة الانسان عريقا بالفران. ولكن القوام كم كتلاحظوا معايا غنوريكم مرقيقة ما غليضة. أنا كلها كما شفتوني خبشتها كايا من الفوق. ما كنوصلوش عرم الفوق. كتحطي هاد الشكل زوين. وكتجي رائعة. وحتى في المنظر والمضاق. كتجي ولا اروح. كما كتلاحظوا معايا ما كنحتاجوا لمراشيم. لا تشي حاجة. كنقطعوها بالكاس. وسهلة. سهلة. ما متعبة. ما تشي حاجة. يعني هاد. اسمحوا لي انا شوية. داربني شوية البلد. الله يجعر ببيع فوعل الجامع. هادلو قيسة ديالو. بالنسبة ل. للكاس ما ما كت. ديكت البلاستيكا كتعاونكم تهيايا. انا حاولت انا ما نقطعش لكم الفيديو باش تلاحظوا معايا. وملي كتقطعوه. ملي كتقطعو بالكاس حاولوا ما تخليوش العجين. انا كما كتلاحظوا معايا كتبقوا واحد شوية ديال العجين باش ما كتبقاش جمعوه تاني في الاخر. احتي حاجة ما كتضيحها هو الانسان اللي كانت غادي الخدمة من الدماء كتجيكم سهلة. ما كتتعودوش تاني تسرحوا العجينة كتبقى لكم كيميا كثيرة. انا كتجي رائعة. وهذا كما قلت لكم هاد الحلوة هادي. او هاس حلوات الهلال او الحلوة المشاكة او المشوكة كي ما كي يقولوا ليها. راها غاني عالتعريف يعني قديمة قال لك جديد لي جدا والبالي لا تفرط فيه. راكينش يحوي جاد في الحلويات كيكونوا اقدام ولكن راها فيهم يعني معمرو ما تيقدامو ديما كان نجدوه بزاف طرق. انا حاولت ان انا كي ما قلت لكم ما اقتحتش الفيديو باش باش تلاحظوا معايا شي ما ضيعتش انا في العجين مشيت مع السطر يعني ما صعيبة متى شي حاجة طريقة دي الكاسرة سهلة حاولت نقرب لكم الصورة وكنتمنى نكون نفتكم واستفدتوا معي واحتى انا را كنستفد معاكم واحنا كنا كنا نفيدوا بعضياتنا ونستفدوا بعضياتنا وكان نبغين نشكر جميع الاخوات اللي كيتواصلوا معايا كي خلوا لي تعالق اللي كتحفزني وكتخليني ندخل المطبخ وانا يا فرحانة وكن وجد لكم كنا كنا نستفدوا كما قديكم هنا في هذه اللحظة را دخلتها الفران نقول لكم انا بالنسبة للفران داروا لكم سخون ديان ومالي كندخلو الحلوى كننقصو للفران باش ما تتحرقش لينا هنا الحلوة ديالي را وجداتي ممكن لكم تلسقوا واحدة معا واحدة الهيلال بالشوكولات ولا كل واحد على حسب الادواع كم يمكن لكم تزينوها من الفوق بخطوط شوكولات اسود او ابيض هناك جيه شي شو لديدة وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجاب ديالكم وسمحوا لي بزا في اللي اخبرتها لكم بحكم الظروف والله يوفقنا جميع وشكرا لكم على تعالق ديالكم على المحافزة وعلى جميع اللي كي يتواصلوا معايا وشكرا لكم وكي يعجز الليسان على الكلام زوين شكرا لكم والف شكر والهلاختكم عليا اشتركوا في القناة